دخلت إدارة دونالد ترامب مرحلة اللعب على المكشوف لكل ملف جواب واضح لا يحتمل اللبس ولا المبالغات الانتخابية وعند الامتحان أمام الكونغرس لمجال لأنصاف الأجوبة فأمريكا برمتها تتعرف هنا على نفسها تتعرف وتعرف العالم على مستقبلها للسنوات المقبلة في عهد رئيسها الخامس والأربعين تبدو المسافات بعيدة بين حملة ترامب وحصول مرشحيه على الموافقة الرسمية للبدء بالعمل في البداية كان الجميع يتخوف من غموض العهد الجديد ولكن يبدو أن ساعة انقشاع الرؤية قد دقت من الكونغرس فهنا لا يمكن إخفال التعديلات كي لا نقول التغيير وأحيانا التناقض التي طرأت على خطاب مسؤولين كبار في فريق عمل ترامب ولعل الأبرز يتعلق بإسرائيل فليس من المبالغة الحديث هنا عن انعطافه صحيح أن جيمس ماتس كقيادي عسكري لم يتوانى يوما عن اتخاذ موقف سلبي من مسألة المستوطنات الإسرائيلية وهو يعدها عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام لكن المفاجئة تبدى في مناقدته كمرشح لوزارة الدفاع خطاب ترامب نفسه فقال ماتس إنه مستمر في اعتماد السياسة الأمريكية الرسمية القائل بأن عاصمة إسرائيل هي تل أبيب إلى أن يقوم المسؤولون الجدد بتغيير تلك السياسة على حد تعبيره وحتى عندما سئل عن دعمه لما وعد به ترامب سابقاً ويتعلق بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس اكتفى بإحالة الموضوع إلى المرشح لوزارة الخارجية مجدداً دعمه لحل الدولتين ومتلاقياً هنا مع رئيسه الذي سم سعيه من أجل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بصفقة الصفقات من الممتعي إطلاق النار على الناس إنها من العبارات الشهيرة لجيمس ماتس التي يبدو أنه سيضطر إلى إلغائها وسواها من قموسه في المنصب الجديد وهذا ما فعله بالفعل حيال إيران التي كان يساوي بينها وبين داعش من حيث الخطورة وها هو اليوم يصف الاتفاق النووي الإيراني بغير الكامل ولكن الذي يجب أن لا يمس وفي السياق نفسه من المهادنة جاءت تصريحات المرشح للخارجية ريكس تيلرسون الذي دعا إلى عدم تمزيق الاتفاق الحذر حيال إيران وروسيا طبع رأيهما ولكن مع إبقاء نافذة للتعاون حيث أمكن إنها المؤسسة الأمريكية التي تقول في النهاية الكلمة الأخيرة لاجمة كل نزاعات المرشحين